الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسنان والنجم والشجر أسكدان والسماء رفعها ووقع الميزان ألا تقعوا في النزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وقعها للألام فيها فاكهة والنخل ذات الأكبار والحب ذو العصر والريحان فبألها لربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة بالمارج بالنار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج المحرين يلتقيان بينهما مرزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في المحر كالأعداء فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويقرى وجو ربك ذو الجلال والإقرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألوا من في السماوات والأرض كل يوم وفي شهر فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفروا لكم أيها الثقنان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا عشر الجن والإنسين استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفهون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يوسن عليكم أشوار من نار ونحاسه فلا تتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شمت السماوات فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يورف المجرمون بالسماوات